السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم اخواتي من جديد في قناة عالم المرأة العربية اذا اخواتي واخيرا من خلال الفيديو اليوم ان شاء الله سأشارك معكم الوصفة القنبلة لزيادة الوزن صدقوني اخواتي وبدون مبالغة هذه الوصفة هي من اقوى الوصفات التي سبق وان شاركتكم بها على القناة وصفة جد فعالة ومجربة للتسمين وزيادة الوزن خاصة بالنسبة للفئة التي جربت عدة وصفات ولم تلقى عليها نتيجة او بالنسبة لمن يعانون من خسارة الوزن خاصة في شهر رمضان بحكم الصيام وعد من لكم دوم على هذه الوصفة فاعيدكم ان النتيجة ستلاحظونها من الاسابيع الاولى او حتى من الاسبوع الاول اذا كان الجسم سريع التجاوب او التفاعل اذا على بركة الله مبدئيا اتمنى منكم الاشتراك في القناة لا تنسوا تفعيل الجرس ولايك للفيديو اذا اعجبكم اكيد اذا على بركة الله ليكن لدينا اول مكون في الوصفة يعتبر كسر في الخلطة وضروري جدا هو هذه العشبة التي تشاهدونها امامكم في الصورة هذه العشبة عموما اسمها الشائع وهو تلغوطة لديها تسميات اخرى مثلا تلغوطة او البكبوكة الجوز الارقم او جوز الارض وطبعا لها تسميات اخرى بالنسبة للعشبة هي متوفرة في كافة الدول وتباع عند العطارين وبائه الاعشاب وهو شكلها كما يتضح لكم في الصورة هذه العشبة تحديدا لها استعمال شائع جدا وهو علاج الغدة الدرقية سواء خاملة او نشطة استعمال هذه العشبة له طريقة معينة شبيهة جدا بالشوفة لانه يعمل او تعمل عشبة على بناء كتلة عضلية وليست كتلة شحوم واضح فتابعوا معا الى الاخير مبدأيا سنأخذ كمية من عشبة تلغضى ونقوم بطحنها بواسطة مضحنة فلابد ان تكون ناعمة جدا يمكنكم فيما بعد ان تقوموا بغربلتها لتفادي ذلك الملمس الخشن على مستوى الفم اذا بالنسبة الى المكون الثاني سنحتاج هنا الى السمسم بالنسبة الى السمسم اخواتي يسمى كذلك بالجلجلام في الجزائر ويسمى بالزنجلام في المغرب طبعا السمسم هو من اكثر البواد التي نجدها في اغلب ان لم نقل وصفات التسمين وهذا طبعا لانه يحتوي على نسبة مهمة جدا من الدهون الصحية عالي من ناحية السعرات الحرارية وهذا طبعا شيء مساعد على زيادة الوزن للاشارة فقط اذا توفر لديكم السمسم بالقشور الذي يكون لونه يميل الى الاصفر يكون من الافضل او الخطوة نقوم بتحميز كمية جيدة من السمسم حتى يكتسب ذلك اللون الاصفر الذهبي كما في اصورة فيما بعد يمكن ان تقوموا بطحنه كما يمكنكم تركه حبوب لكم الحرية هنا نخلط كمية السمسم مع تلغودة التي قمنا بطحنها جيدا ونأتي مباشرة الى طريقة الاستعمال هنا اخواتي سنحتاج كذلك الى الياغورت الطبيعي يفضل ان يكون محلة يعني فيه نسبة من السكر حتى يكون للوصفة نسبة اعلى من السعرات الحرارية واضح كما يمكنكم استخدام الحليب اذا هنا سنحتاج الى علبتين من الياغورت وهذا طبعا لاننا سنستعمل الوصفة على فترتين العلبة الاولى من هذا الياغورت سنضيف فيها مقدار ملعقة كبيرة او متوسطة من الخليط السابق من السمسم وعجبة تلغودة ملعقة كبيرة تخلط جيدا وتؤكل مباشرة بعد وجبة الفطور او الافطار اقصد هنا في فترة رمضان واضح اما بالنسبة الى العلبة الثانية بنفس الكمية ملعقة كبيرة تخلط جيدا وتؤكل بعد ساعتين من الافطار او يمكنكم تأخيرها الى قبل النوم مباشرة واضح على فترتين لمن لا تستطيع تناولها بعد وجبة الافطار او قبل النوم يمكنكم تناولها في الصحور لكن احسن فترة تستعمل فيها الوصفة بعد الفطور مباشرة وقبل النوم مباشرة اذا اخواتي كانت هذه هي الطريقة صدقا هذه الوصفة اقول لكم للامانة هي مجربة من امي شخصيا من بداية رمضان والنتائج جد مشجعة ورائعة وعد مني لكم جربوا ولكم ان تحكموا بانفسكم الى هنا اتمنى منكم اخواتي اذا اعجبكم هذا الفيديو نشره على اوسع نطاق لتستفيد باقي الاخوات واقول لكم اي استرسار اكتبوا في قسم التعليقات سأرد عليكم باذن الله اما الى هنا فيقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر